السلام عليكم طلاب الضف الثاني كيف حالكم؟ اليوم سوف نتعرف على مفهوم جديد في مادتنا الهياضيات ومعنوان الدرس اسمه مقارنة الأعداد مقارنة الأعداد إذن أشعر واندرسني الثاني مقارنة الأعداد مقارنة الأعداد طيب يامس اليوم رح نتعرف أو رح نتعلم كيف يامس رح نقارن بين عددين كيف رح نقارن بين عددين طيب يامس قبل ما نقارن بين عددين لازم أتعرف يامس على ثلاث إشارات أو ثلاث مفاهيم تضعوني عندي هون يامس رح أتعرف اليوم أتعلم اليوم صفتان الحلوين رح يتعلم اليوم إشارة هيا يامس الإشارة اسمها أكبر يلا مع بعض أكبر أكبر إذن الحود يأكل الأسماك الكبيرة وهي يامس إشارة أكبر إشارة أكبر 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 إذن أكبر هي تدني على الأرقام الكبيرة على الأرقام الكبيرة طيقة بس نشوف المفهوم الثاني أصغر 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 طلعوني يامس على السمكة طلعوني على السمكة هاي سمكة صغيرة سمكة صغيرة حقا للأسماك الصغيرة ماذا تأكل النباتات الأسماك الصغيرة تأكل النباتات صح يا بس إذن هي صغيرة إشارة أصغر 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 إيش يعني يامس أصغر بالأعداد؟ يعني يامس رح تنفع على الأرقام الصغيرة على الرقم الصغير طلعوني يامس يساوي 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 هاي يامس إشارة يساوي نقارن بها إذا ما يكون العددين متساويين نضع إشارة يساوي يساوي إذن عندي ثلاث مفاهيم يامس ثاني أكبر أصغر يساوي أكبر أصغر يساوي تايا يامس هدول الأكبر والأصغر واليساوي ننظفهم يامس بالأعداد نشوف كيف مننا نقارن يامس بين عددين قارن بين عددين أولا يامس ثاني خلينا نستذكر كيف أقرأ الرقم كيف أقرأ الرقم دائما نمس حكاية نقرأ الرقم من نقرأ نمس الرقم من اليسار إلى اليمين نقرأ الرقم من اليسار إلى اليمين من اليسار إلى اليمين من اليسار إلى اليمين إذاً قراءة العدل عندي من اليسار إلى اليمين تعيش في يمس على لوحة المنازل نستفكر إيش في عند لوحة المنازل؟ أحد عشرات مئات أحد عشرات مئات خلينا يمس نقرأ الرقم يلا يتاني مع بعض ثلاثة مئة وستة وخمسون ثلاثة مئة وستة وخمسون طيب خلينا نشوف الرقم الثاني كمان على لوحة المنازل أحد عشرات مئات يلا خلينا نقرأ يمس سبعة مئة وخمسة وثلاثون سبعة مئة وخمسة وثلاثون بس أنا عندي هذول الرقمين وبيناتهم مربع أنا راح أقارن بيناتهم إذاً هاي المسألة عندي يمس اسمها مقارنة الأعداد إيش اسمها يا ثاني؟ مقارنة الأعداد اسمها مقارنة الأعداد يعني يمس أنا راح أضع إشارة يلا مع بعض أكبر أصغر أو يسارة أو يسارة إذاً أنا يمس راح أضع أكبر أصغر أو يسارة يلا خلينا يمس بالأول نقارن بين العددين خلينا نقارن بين العددين بس دائماً نأخذها قاعدة الأعداد لما بدي أقارن بين عددين بالأول يمس بطلع على المئات إيش أول إيش يمس؟ بشروف المئات مين أكبر أو مين أصغر؟ ماشي يمس؟ إذا تساوت عندي المئات أين أذهب؟ إلى العشرات إذا تساوي العشرات وين أذهب؟ إلى الأحد ماشي يمس؟ وإذا الأحد منساوي يكون الرقم يساوي خلينا نطبق الحكي اللي حكينا يمس على السربورة ماشي يمس؟ نأتي هون أول الرقم عندي وين يمس المئات؟ هيها دائما يمس لما بدي أبلش مقارنة بابدأ من اليسار عندها همس تكتبها على كتابك عشان ما تنساها عند المقارنة بين عددين إشبع من همس نبدأ من اليسار وين بدأ يمس؟ من اليسار يعني بابدأ من يسار الرقم ها وين يسار الرقم؟ هايو هون وين يسار الرقم؟ هايو يمس؟ المئات المئات هو يسار الرقم يلا شوف يمس؟ هين دي يسار الرقم في رقم ثلاثة مئة وستة وخمسون أشو يمس؟ ثلاثة نيجي هون يمس على الرقم الثاني وين الدرقم يا مستاع المئات؟ اللي تقبلي شفين من اليسار؟ هايو سبعة هايو سبعة هايو سبا جيل بس أنحالي يمس هم مش يطبعا غير متساويات إذن بس أن نفسي مين أكبر؟ مين أكبر يا ثاني؟ مين أكبر؟ السبعة؟ أم الثلاثة؟ يوم اللي الثاني يا شطوري من أكبر السبعة إلى الثلاثة؟ أحسنتم السبعة إذن أضع السبعة إيش يمس؟ خليها رقحة يمس بعد حتمها عليها هتوكلها هتوكلها يمس نشوف يمس السمكة السمكة فتحكمها على الرقم الكبير على الرقم الكبير عشان توكل الرقم الكبير طيب يا بس خلينا نقرأ المقارنة لازم يا بس أتعلم كيف أقرأ عددين مع المقارنة انتبهين لي يا ثاني ثلاثة مئة وستة وخمسون ثلاثة مئة وستة وخمسون خمسون ها إيش لا أقرأها يا بس؟ إيش أقرأ المقارنة؟ هي السمكة لافة عنها لافة عنها يا بس إذن إيش كنت أحكي عنها؟ أصغر أصغر إذن رح تصيرها يا بس؟ أصغر أصغر من؟ أصغر من؟ أصغر مني يا بس؟ من سبعة مئة وخمسة وثلاثون من سبعة مئة وخمسة وثلاثون إذن صارت عندي المقارنة ثلاثة مئة وستة وخمسون أصغر من سبعة مئة وخمسة وثلاثون طيب يا بس نشوف الرقم الثاني المقارنة الثانية نشوفه يا بس عند المئات خمسة والعشرات ستة والآحد ثمانية هذه لوحة المنازل هذه اسمها يا بس لوحة المنازل بقرأ الرقم من اليسار إلى اليمين من اليسار إلى اليمين نقرأ الرقم عندما أبدأ بالمقارنة بين عددين أين نبدأ يا ثاني؟ من يسار الرقم من يسار الرقم نضع خط تحت المئات نضع خط تحت المئات يلا نشوف يمس القارنة المئات مع المئات عندي هول يمس المئات إيش؟ خمسة وهول يمس المئات العدد الثاني خمسة طيب مس خمسة وخمسة إيش أعمل يا ثاني؟ أحط ينساوي؟ لا يمس وين نروح يا ميس؟ نذهب إلى العشرات خلصنا المئات متساويه وين بروح على العشرات؟ يا وين العشرات من هذا الرقم؟ هيها ستة وهون يمس وين العشرات؟ هيها سبعة إذا صار في عندي الاختلاف يا تاني من اللي أكبر يا ميس؟ الستة أم السبعة؟ الستة أم السبعة؟ أحسنتم يا ثاني السبعة هي أكبر السبعة هي أكبر إذن أضع إشارة السبعة السبعة فاتحتمها على الرقم الأكبر فاتحتمها على الرقم الأكبر يلا خلينا سيطاني نقرأ المبارنة يلا يا ميس خمسة مئة وثمانية وستون خمسة مئة وثمانية وستون يلا إيش هي يا ميس؟ هي لافة وجهة عنها ما بتحبها لافة وجهة إذن إيش نحكي يا ميس؟ أصغر من أصغر من لما يكون لما تكون السبعة الإشارة لافة وجهة على الرقم نحكي عنها أصغر من يلا أصغر من ميه ثاني من خمسة مئة وثلاثة وسبعون إذن رح أقرأ المقارنة مرة ثانية خمسة مئة وثمانية وستون أصغر من خمسة مئة وثلاثة وسبعون ماشي يا ثاني؟ خلينا نأخذ كمان مثال نأخذ يا ميس كمان أمثلة علشان نفهم مزبوط ارجع يا سمكي مكانك إذا أخذنا يا ميس السمكة لما تفتح فهمها على الرقم الكبير طيب يا ميس خلينا نأخذ كمان نفذار ترجمة نانسى خلينا That往 tal ترجمة نانسى ثالث ننتبه يامس على السبورة يغي يامس خليك معي اذا احنا وضعنا ارقام يامس وضعت ارقام على لوحة المنازل احد عشرات مئات نبدأ القلاءة من اليسار الى اليمين عند المقارنة بين عددين نبدأ من اليسار اي من عند يامس نبدأ من عند المئات طيب يامس خلينا نقرأ الرقم الاول يعني اربعة مئة وثلاثة وخمسون ثلاثة مئة واثنان وخمسون اذا انا يامس لح اقارن بين العددين المقارنة بين العددين اللى امامها طيب يامس اذا اعطيتك مهلومة ثانية المؤولة ابلش مقارن والبحث خط يامس تحت مئات كل عدد اذا اضع المئات تحت كل عدد يا ثاني طيب يامس نجي نسأل حالنا يامس مين اكبر الاربعة ام الثلاثة مين اكبر يامس الاربعة ام الثلاثة احسنتم يا ثاني الاربعة يامس اكبر اذا السمكة يامس بدها تحتمها على الرقم الكبير بدها تحتمها على الرقم الكبير شايفين السمكة السمكة فتحتمها على الرقم الكبير يعني راح توقله يامس ياما خلينا نقرأ المقارنة خلينا نقرأ المقارنة ياما يا ثاني اربعة مئة وثلاثة وخمسون اربعة مئة وثلاثة وخمسون هاي انتشارة ايش اسمها يا ثاني؟ بفاتحة تمها عليها اذا راح تكون اكبر من اكبر من مئة من ثلاثة وثمائة واثنان وخمسون اذا عندي يامس هذا العدد اكبر من هذا العدد اذا هذا العدد يامس عندي اكبر من هذا العدد ليه يامس التمليل تحته العددين اللي رح نقارن بناتهم يلا يامس واني بحط خطية ثاني احسنتم تحت الميئات ها يامس الميئات بالعدد الاول وها يامس الميئات بالعدد الثاني خمسة 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 ايش هندي يامس انا ايش هندي خمسة خمسة هما عددان متساويات يعني هم يجد بعض يثاني صحولي لا يلا جد بعض نسقط نحط يساوي لا يامس وين نروح يلتاني نروح على العشرات يلا نشوف العشرات لكل عدد عندي هون يامس العشرات كم سبعة وهون العشرات كم سبعة كمان يامس متساويات ايش نعمل نروح يمس على الاحاد يلا نروح على الاحاد عندي الاحاد هون ستة وهنا عندي الاحاد لمس ايش اثنان عندي ستة اثنان ستة واثنان طيب يا بس ستة واثنان بس الحالي مين اكبر يا ثاني الستة ولا الاثنين احسنتم الستة الان اضرع اشارة اكبر عنها يعني فاتحة فيمها على العددين كبير يعني رح توكلوا يا بس يلا خلينا نقرأ المقارنة خمسة مئة وستة وسبعون ها ايش رح احكي اكبر من اكبر من اكبر من مين من خمسة مئة واثنان وسبعون اذا نرحل اعيد المقارنة ثاني خمسة مئة وستة وسبعون اكبر من خمسة مئة واثنان وسبعون طيب يا ميس خلينا نوخي كمان مثال نوخي كمان نوخي كمان 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 من رد نعيد ونزيك يا ثاني لما جدي اقارن بيننا عددين اقارن بيننا عددين ابدأ من اليسار عند المئات اذا المئات يثاني متساوية اذهب الى العشرات اذا العشرات متساوية اذهب الى الأحر ماشي يمس يلا انشوف هنا معنا هسا المئات ثلاثة والمئات من هذا العدد هون في ناس بسرح تحكي لي هون خطأ ميس هاي المئات من اليسار الى اليمين احنا بنقرأ الرقم من اليسار الى اليمين ابدأ من اليسار عند المئات طيب يا ميس خلينا نقارب ثلاثة ثلاثة ميس متساويات ايش اعمالوا احسنتم يا ثاني اذهب الى العشرات ثلاثة ثلاثة ميس كمان متساويات اين اذهب احسنتم الى الاحد اثنان اثنان متساويات اذا هون يمس اذا المئات تساوت والعشرات والاحد ماذا اضع المقارن يمس الله يساوي يساوي اذا هاي يمس اشارة يساوي خلينا نقرأ المقارن يلا يا ثاني ثلاثة مئة واثنان وثلاثون يساوي يساوي يعني يمس اش يساوي يعني قد بعض يساوي ثلاثة مئة واثنان وثلاثون يعني يمس العددين متساويات ما مقلوا بعض يمس زي الاسماك الكبيرة توكل الاسماك الكبيرة لا يمس ما بوكلوا بعض ماشي يامس إذن هما متساويات متساويات طيب يامس نفتح كتابنا على صفحة 29 خلينا نحل تمانين الكتاب يلا يامس افتح صفحة 29 ووكتب التاريخ 18 عشرة على راس الصفحة يلا يامس خلينا نحل تمانين الكتاب الضالب كتاب الضالب كتاب المولى وليمس طيب خلينا نفتح الأسل اشتركوا في القناة طيب عنا رح نحل يمس صفحة ٢٩ أنا يمس رح أبلش عمودي أنا رح نحل يمس واحد ثلاثة خمسة سبعة تسعة رح نحل هدول اثنان وأربعة وستة وثمانية وعشرة مس العمودي الثاني هون رح يكون معاك واجب مس هدول رح يكون معاك واجب في البيت طيب يمس خلينا نحل العمودي الأول من السؤال الأول صفحة ٢٩ نقرأ ثلاثة مئة وستة وثلاثون مربع يعني أنا رح أضع إما أكبر أو أصغر أو كسر أربعة مئة وثلاثة وستون عندي رقمين يا مصر حقار بناتهم يلا يا الثاني أين أضع الخط؟ أولا تحت المئات على يسار الرقم بسأل نفسي يا ثاني مين أكبر الثلاثة أم الأربعة؟ فأحسنتم الأربعة إذا مفتح من السمك يمس عليها إذا صارت عندي ثلاثة مئة وستة وثلاثون أصغر من أربعة مئة وثلاثة وستون يرى نحل ثلاثة ثلاثة مئة وخمسون مربع ثلاثة مئة وخمسون يرى وين الحقق أو لشه يمس؟ تحت المئات المئات يمس متساوية إيش أعمل؟ بحكي لكوه على العشرات العشرات عندي هنا خمسة خمسة مص أيضا العشرات متساوية أين أذهب؟ يذهبي إلى الآحاد الآحاد صفر صفر مص أيضا متساوية إذا إيش يمس بختار الإشارة؟ يساوي إذا صارت عندي ثلاثة مئة وخمسون يساوي ثلاثة مئة وخمسون يرى رقم خمس يمس سبعة مئة وسبعة وستون مربع ستة مئة وستة وسبعون يرى أين أضع الخط يمس؟ عند المئات هاي المئات من الرقم وين المئات من الرقم الثاني؟ أحسنتم يا ثاني ستة هيا ستة من جهة اليسار يرى بس ألحان يمس مين أكبر السبعة أو الستة؟ أحسنتم السبعة إذا بفتح بم السبك عليها خلينا نقرأ المقارنة سبعة مئة وسبعة وستون أكبر من جهة أكبر من النفاة حينس بما عليها من ستة مئة وستة وسبعون نجي لسؤال سبعة أربعة مئة وسبعة وخمسون مربع أربعة مئة وخمسة وسبعون يرى نضع خط تحت المئات المئات يمس متسامية أين أذهب؟ إلى العشرات العشرات عندي هون خمسة وعندنا هون يمس سبعة مين أكبر الخمسة والسبعة؟ أحسنتم السبعة إذا بفتح بم السمك عليها نقرأ المقارنة أربعة مئة وسبعة وخمسون أصغر من يعني هذا الرقم أصغر من أربعة مئة وخمسة وسبعون نجي يمس أنا رقم تسعة آخر واحدة بالعوود طيب يمس خلينا نقرأ خمسة مئة وواحد أنا ما عدي هنا إش في العشرات أحكي يمس خمسة مئة وواحد مربع ثلاثة مئة وتسعة وسبعون يرى وليح الخط تحت المئات كل عدد مين أكبر الخمسة أو الثلاثة؟ أحسنتم الخمسة إذا لمس بفتح بم السمك عليها خلينا نقرأ المقارنة خمسة مئة وواحد أكبر من ثلاثة مئة وتسعة وسبعون مس هاي؟ ارتب بفضيح حشان نتعود على قراءة المقارنة أصغر من أصغر من هاي يمس مساوي هون عندي أكبر من إذا لما يكون هيك شكل هاي يمس بتكون أصغر من وهيك يمسة ما يكون فتحة على العدد الأول بتكون أكبر من أكبر من إذا يمس عرفنا الواجب الواجب معاك رح يكون العامود الثاني العامود الثاني رح يكون يمس واجب معاك في البيت طيب يا رسي عندي سؤال عنا سؤال رقم 11 يستقبل المتحف الوطني الأردني زواره في الفترة يومية صباحية ومسانية مثل عنا متحف وطني الناس بتزوره إما بالصباح أو بالمساء دع نشوف كم بروح كم يذهب إلى هذا المتحف في الصباح يعني مين بروح في الصباح؟ كم عددهم؟ طيب عددهم يمس بحكيلي أربعة مائة وستة وثمانون ها يمس عدد الزوار في الصباح إذا يمس في الصباح الزوار قداش عددهم؟ أربعة مائة وستة وثمانون أنا رح أعمل مقارنة لأنه بحكيلي مين أكثر؟ فأنا رح أعمل مربع بين عددين يعني رح أقارن بيناتهم وفي المساء كم يزورهم يمس؟ أربعة مائة وثمانية وستون هاي في المساء يزورهم في المساء يبتع نشوف من أكثر زوار بزور المتحف في الصباح أم في المساء؟ يلا يمس نضع خط تحت النيات أربعة أربعة متساول يمس أين أذهب؟ أحسنتم إلى العشرات والعشرات من هذا الرقم هاي ثمانية وهون من ستة إذن هني مختلفات بقدر أقارن من أكبر الثمانية أو الستة؟ أحسنتم الثمانية إذاً بفتح ثم السمكة عليها إذاً أربعة مائة وستة وتمانون أكبر من أكبر من